السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وهو لا يسمع كلام الله وحيا وإنما يسمع كلام الله أي القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا ولكن القرآن الكريم ليس كل كلام الله ولكن القرآن الكريم بعض كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدده كلام الله كثير سبحانه وتعالى لم يزل متكلما جل وعلا والله يخلق بكلامه وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر فكلام الله غير مخلوق لأنه أمر والله له الخلق وله الأمر ففرق بين الخلق والأمر وكلام الله سبحانه وتعالى صفة له جل وعلا وليس ككلامنا وإنما كلامه يليق به وصفات الله كلها تليق به سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا ولكن الناس ما قدر الله حق قدري ولذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يهودي وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إننا نجد في كتبنا أن الله يحمل الأرض على الشجر على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي وقال وما قدر الله حق قدري فالذي يعرف قدر الله تبارك وتعالى يثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى وينفي عنه المشابهة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانك ربي لا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته